اشتركوا في القناة دعوتون لتنسيق انشترة التشجير في القشبالك الدراج بناني تقلد القميص الأخضر في طوافق فرنسا أوربان يدعو من كيب لوقف اطلاق النار مع روسيا اعتقال مئات الأشخاص في تركيا بعد عمال عنف ضد السوريين مئة وستة عشر قطيلا جراء تدافع شمال الهند اهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قدم سفير ايرتريا في الهند السيد ألم صحية أوراق اعتماده لرئيس جمهورية المالديف محمد مويزو في الأول من يوليو كسفير غير مقيم وقدم السفير ألم في المناسبة رسالة تتضمن تحيات الرئيس السياس أفورقي وأمنيات طيبة للرئيس محمد وشعب المالديف مؤكدا على العمل لتطوير العلاقات بين البلدين وقال الرئيس المالديفي محمد أن لإيرتريا والمالديف علاقات جيدة منذ توقع اتفاقيات تأسيس العلاقات الدولوماسية عام 2021 متمنيا للسفير ألم فترة عمل موفقة دعت سلطة الغابات والحياة البرية في أقليم القاشبر كافل الاجتماع الذي أعقدته في بارنتو يوم الثامن والعشرين من يونيو الماضي دعت إلى زيادة التنسيق بين شركاء المؤسسات الحكومية لإنجاح برامج التشجير المخطط لها هذا العام ورعاية الأشجار المزرعة مسبقا وأوضح ممثل السلطة في الأقليم السيد تخسي كفل مريام إعداد حوالي 850 ألف شتلة من 36 نوعا من الأشجار للزراعة هذا العام منها حوالي 770% أشجار مستوطنة وأشهد بمساهمة المشاتل في الأقليم لإنجاح برامج التشجير ودعا كافة الجهات الحكومية بشكل عام والمجتمع بشكل خاص على ترسيخ عادة التشجير وزراعة الأشجار البلدية للأشجار المقطوعة وأهاب حاكم قليم القاشبر كالسفير محمود علي حروي على توسيع نطاق زراعة الأشجار إلى المناطق النائية ومتابعة رعاية وتقييم الأشجار المزرعة مسبقا وناشد المشاركون على تعزيز مساهمة كافة الجهات الحكومية في توفير أدوات التشجير ورعاية الأشجار المزرعة بحث مكتب التعليم في مجالة من دفر الأشجار الرياضية والثقافية لتحقيق نتائج جيدة وناقش الأجتماع نقاط القوة والضعف في الأشجار الرياضية والثقافية التي أقيمت على مستوى المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024 وتناول البرامج المستقبلية وقال مسؤول وحدة الرياضة وثقافة وصح الأستاذ تخصي التخليف التقرير الذي قدمه إن البرامج الرياضية والثقافية التي يتم تنفيذها على مستوى المدارس لم تتقدم كما كان متوقعا لأسباب مختلفة دعينا المدارس للعمل لتوظيف مواردها وتنشئة رياضيين وفنانين ودع مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ بلاي أرعيات جميع المدارس على تعزيز الأشجار الرياضية والثقافية لأنها جزء من على عملية التعليم وأوضح مدير مديرة من دفر السيد هزقيا صهبته أن المدارس هي مصدر الفنانين والرياضيين دعينا المعلمين للعمل المنسق مع المؤسسات الحكومية تبرع الارتريون في الداخل والخارج بأكثر من 332 ألف نافة وحوالي 11840 دولار و350 يورو للتنمية صندوق أمانة الشهداء حسب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وقالت الوزارة لوكالة أنباء الريناء أن تبرع السيدة برغط التخليم كالا المقيمة في الولايات المتحدة بمبلغ 6120 دولار أمريكيا والجالي الارتريا في برن السويسرية 2027429 نافة والكونفدرالية الوطنية للعمال الارتريين 96000 نافة وطلاب معلمي مدرسة حلايا الثانوية 2520068 نافة وبالمثل تبرع معلم مدرسة وارساي كالا بمبلغ 27750 نافة والجمعية التعاونية لعمال شركة بالدهل للإنشاءات العامة 12648 نافة وعائلة الراحل نقابلاي 12000 نافة والسيد أسفألم قبراي قبر مسقل 11277 نافة والسيد قلت كبراء والسيدة ملئة كيداني المقيمان في السويد 720 دولار أمريكيا والسيدة ليامسغنا من فرانكفورت الألمانية بمبلغ 350 يورو لرعاية أسر الشهداء وفي الوقت نفسه تبرع سكان مدينة سينسينات بولايات المتحدة الأمريكية استمرارا لتبرعاتهم السنوية منذ عام 2007 من خلال جمعيتهم المعروفة باسم أمانة الشهداء تبرعوا بمبلغ 5000 دولار أمريكي كما تبرع أحد سكان ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 20 ألف نافة وأرسلوها إلى صندوق أمانة الشهداء تخرج 116 شابا تم تدريبهم لمدة ثلاثة أشهر في تكنولوجيا الكمبيتر ومكانك السيارات والإدارة والرسومات وتحرير الصورة المتحركة والمحاسبة والتصوير بالكاميرات المحمولة والثابتة وتم تعظيم التدريب بنصف التكلفة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني بهدف خلق بيئة للشباب ليصبحوا معتمدين على أنفسهم وحث رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلب في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي المتدربين حثاهم على وضع المعرفة التي اكتسبوها موضع التنفيذ في تطوير أنفسهم وتغير بيئتهم وبهذه المناسبة اخطتم اليوم الثقافي والريادي للمنظمات الشبابية المستمر منذ أبريل 2024 وقد تم تكريم 21 طالبا حصلوا على علامات عالية في العام الدراسي 2023-2024 صنع متسابق فريق انتر مارش وانتي البلجيكية دراجة اليرتري بن يام جرماي التاريخ بفوزه بالقميص الأخضر في طواف فرنسا للدراجات في نسختها 111 في المرحلة الخامسة اليوم بن يام جرماي حصل على المركز الخامس في سباق المرحلة الخامسة بلغطولهم 123 كم وحصل على 11 نقطة فيما أنها السباق الأخير في المركز التاسع يجمع ثماني نقاط ويصعد إلى مرسة التدويج بالقميص الأخضر وبحسب النقاط المجمعة على خمس مراحل يتصدر بن يام الصدارة برصيد 112 نقطة يليه الأمريكي تريك ماد بيدرسن برصيد 94 نقطة والدنماريكي جونسان أبروهام السن برصيد 87 نقطة وأنها بن يام المرحلة البالقة 177.4 كم بتموث سرعته 69.7 كم في الساعة ويعد بن يام الذي فاز بالمرحلة الثالثة من الطواف في الأول من يونيو الماضي أول إفريقي يرتدي قميص النقاط الخضراء في تاريخ سباق فرنسا للدراجات الممتد على مدار 111 عاما ويقول المحللون الرياضيون إن فوز بن يام بمرحلة من الطواف وحصوله على نقاط القميص خلال ثلاثة أيام يشير إلى أنه ينافس بقوة وكفاءة تفوز إرتريا بقميص الشرف للمرة الثانية في طواف فرنسا للدراجات اليوم وكانت في عام 2015 قد فازت بقميص تسلق المرتفعات في أول مشاركة لها في طواف فرنسا من خلال اللاعب الأولمبي دانيل تخليمانوت وحقق البريطاني ماركي كافنديش الذي وصف بن يام بأنه أفضل متسابق رقما قياسيا جديدا في سبع فرنسا للدراجات بخمتة وثلاثين انتصارا في المرحلة بفوزه في سباق اليوم مشاهدنا الأكارم تابعنا نشرة الأخبار على السعيد المحلي فاصل قصير ونتابع على السعيد العالمي أهلا بكم دعا رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربان خلال زيارة إلى كييف بعدما تسلمت بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فرادمير زيلنسكي إلى النظر في وقف إطلاق النار سريعا ما يتعارض مع مواقف الأوكرانيين وحلفائهم الأوروبيين وقال أوربان الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكريمليين بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا لقد طلبت من الرئيس النظر في إمكانية وقف فوري لإطلاق النار على أن يكون محاددا زمنيا ويسمح بتسريع محادثات السلام واعتبر أوربان الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ثتة أشهر اعتبار من الأول من يوليو أن مبادرات الرئيس الأوكراني تستقرق وقتا طويلا وهي بطيئة ومعقدة بسبب قواعد الدبلوماسية الدولية ولم يرد الرئيس الأوكراني على اغتراح أوربان خلال مؤتمر صحفي لكن أعلن لاحقا أنه طلب من أوربان الانضمام إلى جهود السلام الأوكرانية اعتقلت السلطات التركية 474 شخصا بعد أعمال العنف استهدفت مصالح سوريين في تركيا وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنه جرى توقيف 474 شخصا بعد الأعمال الاستفزازية التي نفذت ضد سوريين في تركيا واندلعت أعمال العنف ضد متاجر وامتلكات السوريين بمدينة قيصرية بوسط الأنضال ثم امتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد وانعكست أعمال العنف التي استهدفت السوريين في مدينة قيصرية التركية على مناطق الشمالي غرب سوريا الخادعة لسيطرة تركيا وقتل أربعة أشخاص واصيب آخرون إثر اشتباكات وقعت بين امتظاهرين سوريين مسلحين والقوات التركية في تلك المنطقة الحدودية لقيا مئات وستة عشر شخصا على الأقل مصرعهم في حادث تضافع خلال تجمع ديني هندوسي شمال الهند كما أصيب آخرون بجروح وذلك في أفدح حصيلة الضحايا الواقعة من هذا النوع منذ أكثر من عشر سنوات في بلد غالبا ما تسفر فيه أحداث تشهدها تجمعات دينية عن إصابات ووفيات وتجمع حجل كبير قرب مدينة هاثراس بولاية أوتار براديش شمال البلاد لكن عاصفة ترابية قوية أثارت الذعر أثناء مغادرة الجماهير وتعرض العديد وبينهم الكثير من النساء والأطفال للسحق أو سقطوا فوق بعضهم بعضا في حين سقط بعضهم في شبكة صرف على جانب الطريق وسط الفوضى وعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعويد لأقرباء الضحايا والمصابين في الحادث المأساوي القبر الأخير في هذه النشرة تجه الإعصار بيريل نحو جاميكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة بعد أن وصل إلى اليابسة على جذر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن وأكد ديكون ميتشل رئيس وزراء جيري نادا وصول العصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك وهما إثنتان من الجزر السلاسة التي تشكل الدولة وفاد المركز الوطني الأمريكي للعاصير بأنه من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جاميكا وجنوب غرب حيث بمنصوب يتراوح بين عشر وثلاثين سنتيمترا ويقول العلماء أن ارتفع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة سادتي سيداتي ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكر بأهم وأبرز العنوين السفيرة لم تتح يقدم أوراق اعتماده لإيس المالديف دعوة توني تنسيق انشرة التشجير في القاشبرك الدراج بنيام يتقلد القميص الأخضر في طواف فرنسا أوربان يدعو من كييف لوقف إطلاق النار مع روسيا اعتقال مئات الأشخاص في تركيا بعد عمال عنف ضد السوريين ومائة وستة عشر قطيرا جرى تدافع الشمال الهند مشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لانهاية نشرة هذا المساء هذه تحيات وتحياتها الفريق العامل شكرا لحسن اسماء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة